أكد وزير الموارد المائية والرأي هاني السويلم أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية أسهمت في تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه وضمان استفاء لاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى لاحتياجات جاء ذلك خلال تلاقي الوزير تقرير من مصلحة الميكانيكا والكهرباء حول مجهودات المصلحة في ختم موسم الصيف الحالي والذي يمثل أقصى لاحتياجات المائية